مرحبا بكم مجددا قال مستشار الأمن القومي لأمريكي جيك سوليفن أن الوزير بلينكين وزير الخارجية أوضح في رسالة لنظرائه في أوروبا بأن الولايات المتحدة ستكون جاهزة فور اكتمال تدريب الطيارين للموافقة بالتنسيق مع الكونغرس على إرسال طائرات F-16 المقاتلة من الدنمرك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي كانت أوكرانيا سعت بقوة للحصول على مقاتلات F-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي فكيف سيغير دخول طائرات F-16 الأمريكية على خط المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا كيف سيغير في موازين القوى؟ هل سيساهم دخولها في تمكين الأوكرانيين من تحقيق أهداف ومكاسب ملموسة؟ من البحر والبر والجو تخوض أوكرانيا منذ شهرين هجومها المضارد لتحرير أراضيها من قضة القوة الروسية هجوم تلعب فيه الأسلحة الغربية المتطورة دورا محوريا بإجماع الخبراء العسكريين ولكن حالة المراوحة السائدة على العديد من المحاور شرق البلاد باتت محطة تساؤلات في واشنطن بشأن اتجاهات الحرب ومحطة مناشدات للدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة لإقران تعهداتها الكلامية بمساعدة كيف على الانتصار بأفعال وتعلق أمال الخبراء الغربيين وأنظارهم على مقاتلات F-16 في تسريع قلب موازين المعركة لصالح الهجوم الأوكراني المضاد اتنقل رويترز عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن منحت ما وصفته بالضوء الأخضر لكل من هولندا والدنمارك لتسريع عملية الموافقة على تزويد كيف بهذه المقاتلات الاستراتيجية إلا أن تصريحات البيت الأبيض تنبئ بأن طريق هذه المقاتلات نحو كيف قد لا يكون معبداً حتى اللحظة ما قمنا به هذا الأسبوع كان جعل الاتفاق بشأن الـ F-16 في هيروشيما رسمياً من خلال رسالة بعثها الوزير بلينكين لنظرائه في أوروبا ومفادها بأنه بعد انتهاء عمليات تدريب الأوكرانيين ستكون الولايات المتحدة مستعدة وبالتشاور مع الكونغرس للموافقة على تسليم مقاتلات F-16 لأوكرانيا عبر طرف ثالث وعمليات تدريب الطيارين الأوكرانيين يفترض أن تبدأ بالفعل في رومانيا هذا الشهر على ما كشف التحالف المكون من إحدى عشرة دولة الشهر الماضي ولكن الجدول الزمنية الذي حدده آنذاك لبدء جني ثمار تلك التدريبات لن يكون قبل مطلع 2024 ويتعقد المشهد أكثر مع ما ذكرته نيورك تايمز عن أن أعداد الطيارين الأوكرانيين الذين يجيدون الإنجليزية بما يكفي لبدء التدريبات يقتصر حالياً على ثمانية بما لا يكفي لتشغيل سرب واحد من المقاتلات وتتحدث عن توجه عشرين طياراً آخرين إلى بريطانيا لتلقي دورات لغوية قبل انخيراتهم في التدريب معنا عبر كيف أو من كيف عبر سكايبا دكتور إيفان يواس أستاذ في المعهد الوطني لدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا ومعي من واشنطن مارك كيمت مساعد وزير الخارجي الأمريكي الأسبق لشؤون السياسية والعسكرية مرحبا بكما شكراً لتلبية الدعوة أستاذ كيمت لماذا يتم التسليم عن طريق طرف ثالث يتم التسليم عبر طرف ثالث لأن هولندا والدنمارك تطوعت بالمساهمة بطائرات F-16 كمساهمة في المجهود الأكبر هذه الطائرات أو المقاتلات اشترتها هاتان الدولتان وهناك قانون أمريكي يقول إن كل نقل لهذه الطائرات من طرف ثالث لا بد من أن يحصل على الموافقة الأمريكية إن كانت دول اشترت مقاتلات أمريكية تريد تحويلها إلى دولة ثالثة فعلينا نحن أن نوافق أولاً طيب من خبرتك العسكرية أستاذ مارك هل لك أن تتوقع لنا إطاراً زمنياً لوصول أول سرب من طائرات F-16 إلى أوكرانيا في ظل المعوقات الموجودة حالياً لا أعتقد أن الأمر يعتمد على بضعة عوامل أولاً قدرة الطيارين على تملك اللغة الإنجليزية وكذلك على تلقي المهارات لقيادة هذه الطائرات ربما هم قاموا باستعمال طائرات أخرى وبالتالي يكون ذلك أسهل ولكن ما يقلقني أنا هو إننا واجهنا مشكلة مشابهة عندما قمنا بتسليم الدبابات وبعض الآليات نحن في أمريكا لدينا أحياناً عشرين عاماً من التدريب لفريق الدبابات قبل أن يرسل هذا الفريق إلى الحرب والأمر أكثر تعقيداً مع مقاتلات F-16 لأننا لو أرسلنا الطيارين قبل أن يكون هناك تملك لقدرة القيادة فلن يتمكن هؤلاء من استعمال الطائرات بطريقة يمكنها أن تواجه الطائرات الحربية الروسية نحن نفضل أن ننتظر حتى تكون هناك قدرة في قيادة هذه الطائرات بطريقة تسمح لها في المواجهة لا أتوقع ذلك قبل الصيف المقبل أعتقد ويا أستاذ كمت هذا يضع سمعة F-16 كبيرة على المحق الآن سأأخذ منك إجابة لربما بعد قليل عن هذه النقطة ولكن أود أن أعرف من دكتور إيفان سبب الإصرار الأوكراني اليوم على طائرات F-16 في ظل معرفتهم بوجود هذه التحديات تحديات اللغة تحديات التدريب الآن وخطورة أن لا يكون هناك تجهيز كافي كانوا يطالبون وحتى الرئيس زيلنسكي بي حتى منذ بداية قضية قلق الأجواء بوجود طائرات F-16 لماذا لم يكن هناك تجهيز على الأقل أو فارش للأرضية استعداداً لاستقبال أول سرب على الأقل حتى ينطلق بسرعة تحدياتي للسيد كيمت وللمشاهدين علينا أن نفهم أنه منذ اليوم الأول من الحرب طالبت أوكرانيا بدعم للدفاع عن نفسها وحصلنا طبعاً على الكثير من الأسلحة وحصلنا على هايمرز التي غيرت أيضاً من الوضع على ساحة القتال وفي المرحلة الحالية ما يمكن أن يغير قواعد اللعبة هو مقاتلات F-16 ونحن تكلمنا كثيراً عن أهمية هذه المقاتلات لأنها طائرات متطورة يا أستاذ يا دكتور إيفن الطائرة لا تطير لوحدها الطائرة لا تطير لوحدها هي ليست طائرة مسيرة هي طائرة تعمل ضمن منظومة وسرب وبحاجة إلى قائد ماهر القضية ليست بسيطة المدح في الطائرة ليس كاف أين هو الاستعداد الأوكراني ألم تقصر أوكرانيا ولم تمنح أمريكا والغرب اليوم ما يرغبون به عندما أصرت على المطالبة بها ولا يعرفوا الطيرون الأوكرانيون اللغة الإنجليزية أو لا يجدون الإنجليزية بشكل جيد هذه مشكلة طبعا هي مشكلة ولكن أنا شخصيا أعتقد أن تجهيز الطيارين قد بدأت ونحن نعرف نعرف أن هناك الكثير من الأكاذيب نراها الآن باستمرار قبل الانتخابات وبعد الصيد وغيره طبعا هناك الكثير من التضليل الذي نراه الآن والمعلومات غير الدقيقة عندما نسمع من يقول أننا نحتاج إلى المزيد من الوقت لتدريب الطيارين ربما هذا صحيح إلى حد ما ولكنني أنا شخصيا مقتنع بأن هناك الكثير من التضليل روسيا الآن تريد أن تقول إنه ليس لدينا القدرات الكافية ولكن في بداية العام المقبل أعتقد أننا سنتمكن استعمال هذه الطائرة طيب دكتور إيفان دعني لربما أعيد تذكيركم والمشاهدين أيضا بأهمية الطائرة F-16 نتساءل اليوم عن سبب إسرار أوكراني على الحصول على طائرات F-16 إذن نطرح لكم أبرز خصائصها هي المقاتلة الأمريكية F-16 أمريكية الصنع من إنتاج عملاق الصناعات العسكرية شركة لوكهيد مارتن هي مقاتلة خفيفة الوزن صغيرة الحجم لا يتجاوز طولها 15 مترا وارتفاعها 5 أمتار فقط 16 مقاتلة استراتيجية متعددة للمهام تعمل في كل ظروف الجوية ولها قدرة كبيرة على المناورة تستطيع التحليق على الارتفاع يصل إلى 15 كيلومترا بسرعة تصل إلى 2400 كيلومتر في الساعة ولكن ماذا عن تسليح هذه الطائرة بالنسبة لتسليحها تحمل مقاتلات F-16 مدفعا من عيار 20 مم وتضم خازن أسلحة خارجية تحمل ستة صواريخ منها جو جو وجو أرض كما تحمل قنابل وذخائر متعددة منها تلك الموجهة بالليزر تحمل أيضا أنظمة دفاعية إلكترونية متطورة قادرة على حماية الطائرة من الصواريخ الموجهة والحرارية وأنظمة التشويج أيضا هذه المقاتلة F-16 تعتبر الأكثر انتاجا وطلبا حول العالم حيث كرست شركة لوكهيد مارتن خمس خطوط انتاج منفصلة لإنتاج هذه الطائرة التي تخطى عددها في العام 2023 الأربعة ألاف طائرة موزعة على الولايات المتحدة وحلفائها أعود مرة جديدة إلى أستاذ مارك وأستاذ إيفن بعد هذا الاستعراض السريع أستاذ مارك هل نستطيع القول بأنها سأ أن الاعتماد على الطائرة اليوم هو أكبر من الاعتماد على الطيار مميزات هذه الطائرة يمكن الاستناد والاعتماد عليها أكثر من مهارة الطيار بقيادتها لا هذا غير صحيح طبعا نحتاج إلى شخص لديه المهارات لقيادة هذه الطائرات أنا أعمل في هذا الإطار العسكري أكثر من سلسين عاما أعرف لماذا الهايمرز كانت ناجحة وأنا قدت أول وحدة من الهايمرز هي سهلة القيادة كل من يمكنه أن يطير مسيرة يمكنه أن يستعمل هايمرز ولكن الوضع يختلف تماما مع مقاتلة F-16 هي طائرة ممتازة وهي من الجيل الرابع تواجه طائرات روسية من الجيل الخامس وإن كان قائد الطيار ليس لديه المهارة الكافية وعلى الأقل أربعين ساعة من التدريب سيواجه مشكلة بكل بساطة نحن لا يمكننا أن نتأكد من أن هذه الطائرات ستتمكن من مواجهة الطائرات الروسية من دون خبرة أنا أريد أكثر من أي شخص آخر أن يكون هناك نجاح لأوكرانيا في هذه الحرب ولكن لا يمكن فقط المقاتلات F-16 أن تؤدي إلى ذلك إذن الوليات المتحدة تضحي بسمعة واحدة من أفضل طائراتها سمعة الطائرة على المحك باختصار رجعا هل هذا صحيح؟ لا هذا غير صحيح هي طائرة ممتازة لا لا إذا فشلت أنا أقصد إذا تم أسقاطها أو أسقاط عدد كبير منها اليوم في ظل عدم خبرة الطائرين الأوكرانيين هذا ما أقصده هنا الأمر مشابه أيضا فيما تعلق بدبابات M1 أو بعض الأسلحة الأخرى ولكن لا بد من أن تكون هناك خسائر في الحرب هذه هي طبيعة الحرب لا أعتقد أن سمعة لوكهيد مارتن ستتأثر ولا أعتقد أن سمعة هذه المقاتلة ستتأثر عندما نرسل طائرة لديها قدرات جيدة مع قائد ليس لديه المهارات فعندها النتائج ستتأثر وسنواجه مشاكل لكن دكتور إيفن لن تستقبل روسيا طائرات الـ F-16 بالورود سيكون هناك رد روسي قاسي هل من تقديرات أوكرانية معينة وفي مناطق محددة يعني أين تتوقعون أن يكون هناك الرد الروسي أين تتوقعون أن يكون هناك استخدام لهذه الطائرات هل فتح ممرات آمنة في البحر الأسود هو الهدف الأساسي ما الهدف من وراء اقتنائها الذين تسعون إلى تحقيقه نحن نتلقى أسلحة كثيرة وروسية تريد أن تتوقف كل هذه العملية بمعنى مد أوكرانيا بكل أنواع السلاح بما فيها الـ F-16 ونحن نستمر في خوض هذه الحرب بنجاح بفضل هذه الأسلحة التي تصلنا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الأخرى فيما يتعلق بروسيا اتخذت الكثير من الخطوات طوال هذه الحرب وهي تدوم منذ تقريبا سنة ونصف روسيا يمكنها أن تعزز من هجوماتها على مرافقنا ولكنها تفعل ذلك أصلا وستستمر في الأسابيع والأشهر المقبلة روسيا تريد أن تظهر أن اتفاق الحبوب مستحيل من دون مساهمة روسيا أما أوكرانيا فتستعمل مسيراتها البحرية للضغط على روسيا لتعاود الالتزام باتفاق الحبوب وأعتقد أن ذلك سيحصل عما قريب أما فيما يتعلق بمحاولات روسية أخرى نتوقع ذلك ولكن لا نتوقع أي شيء جدي التهديدات الروسية دائما موجودة ولكن تطبيقها أمر أخر شكرا جزيلا لكم من كييف عبر سكايب دكتور ريفا نيوانس أستاذ في المعهد الوطني للدرسات الاستراتيجية في أوكرانيا ومن واشنطن مركبة مساعدة وزير الخارجي الأمريكي الأسبق لشؤون السياسية والعسكرية شكرا جزيلا لكم